ثمانية أطنان من المخدرات هي تلك التي ضبطت في العراق خلال الربع الأول من العام الحالي أحصائية صادمة ومفجعة تضمنت مليون وسبعمائة حبة مخدرة هي تلك التي تم ضبطها خلال ثلاثة أشهر فقط لتضاف إليها ثمانية ملايين حبة مخدرة أخرى ضبطت في بغداد قادمة من دولة مجاورة دون تسميتها وفقا لبينة حكومي أحصائيات وأرقام رسمية تأتي بعد أيام من اعتراف وزارة الداخلية الحالية بأن إيران تغرق العراق بالمخدرات وهي تصريحات قريبة من تلك التي أطلقها مسؤولون حكوميون في أوقات سابقة وبصريح العبارة بأن أغلب هذه المخدرات تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية وهذا تحدثنا به وطالبنا وآخرها أنه كان توجهنا بنصب كاميرات مراقبة في الحدود أعلن هنا بكل صراحة أن المخدرات التي تأتي إلى البصرة بنسبة 80% من الجانب الإيراني خطر المخدرات في العراق يتجلى عبر وجود 11 ألفا من تجاري ومتعاطي المخدرات محتجزين في السجون الحكومية في وقت أكد مجلس القضاء أن نسبة الإدمان بين صفوف الشباب والمراهقين وصلت إلى 50% في بعض مدن العراق ولسيما ذات المستوى المعيشي المنخفض أما الأمم المتحدة فقد أكدت أن مخدر الكريسال يعد الأخطر والأكثر انتشارا في العراق مؤكدة أنه بدأ يصنع سرا داخل العراق بعد أن كان يأتي سابقا من إيران وتتام نظماته الشمع المدني أحزابا وشخصية سياسية بالتنسيق مع تجار المخدرات بسبب الأموال الطائلة التي تأتي من تلك التجارة في بلد ترتخي فيه قبضة القانون أمام قوى سياسية وأحزاب تمتلك المال والسلاح والميليشيات التي تعد أقوى من الدولة وأكثر نفوذا من أي مسؤول حكومي مهما كان موقعه